شهد الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الندوة الاستراتيجية العلمية السنوية للقوات المسلحة والتي نظمتها هيئة البحوث العسكرية بمسرح الجلاء تحت عنوان الاستراتيجية القومية المقترحة لمجابهة تداعيات ظاهرة الارهاب المحلي والاقليمي والدولي في اطار الحرب الدولية على الارهاب بدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلي بعنوان اصل الحكاية تناول تداعيات ومخاطر تنامي ظاهرة الارهاب على المجتمع وتأثيرها على كافة دول المنطقة واجتملت الندوة على ثلاث جلسات علمية تضمنت تسع ورقات بحثية الاولى بعنوان ظاهرة الارهاب والاسباب والدوافع المؤدية اليها وموقف الاديان والشرائع السماوية منها تحدث فيها الخبير الاستراتيجي اللواء اركان حرب محمد عبد الفضيل شوشة وتناولت الورقة البحثية الثانية تأثير التنظيمات الارهابية على السياسة الدولية تحدث فيها الدكتور عثمان احمد عثمان عضو المركز المصري لمكافحة الارهاب كما تحدث اللواء احمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية الاسبق في الورقة البحثية الثالثة عن الجهود والقوانين الدولية والاقليمية لمكافحة الارهاب كما قدم اللواء اركان حرب احمد عبد الحليم الخبير الاستراتيجي الجلسة العلمية الثانية والتي تناولت الورقة البحثية الرابعة ودراسة تهديدات وتداعيات الارهاب على المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحدث خلالها عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال وتناول اللواء دكتور محمد الغباري المستشار باكاديمية الناصر العسكرية العليا وعدد من الخبراء المتخصصين خلال الجلسة العلمية الاخيرة الاستراتيجيات المقترحة لدعم الامن القومي في مواجهة ظاهرات الارهاب في كافة المجالات واستعرض اللواء اركان حرب جمال شحاتة رئيس هيئة البحوث العسكرية اهم المقترحات والتوصيات التي خلصت لها الندوة مؤكدا ان البحث العلمي هو السبيل الوحيد لتطوير كافة الامكانات والقدرات لافراد القوات المسلحة بما يتماشى مع التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل في جميع المجالات وفي نهاية الندوة اشهد الفريق اول صدق صبحي باسلوب ادارة الندوة والمجهود الوافري والمبذول في تنظيمها مؤكدا ان القوات المسلحة تدرك جيدا مخاطر التطرف والارهاب على الشعوب وتسعى جهدة بالتعاون مع كافة اجهزة الدولة لاقتلاع جذور التطرف والارهاب من كل شبر في ربوع الوطن مشيدا بنجاح ابطال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على العديد من البؤر الاجرامية خلال الفترة الماضية واشد بجهود الشباب ودورهم نحو تحقيق امن الوطن واستقراره واكد على ان وعي الشباب تجاه ما يحيط بنا من مخاطر هو سند هذه الامة وسبيلها للعبور بمصر الى افاق المستقبل حضر الندوة عدد من الوزراء وقادة الافرع الرئيسية وكبر قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة ووكيل الازهر الشريف وعدد من رؤساء الجامعات وعدد من الكتاب والاعلاميين وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المدنية